القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى حتى نعمل به أما أن نجعل القرآن زينة للجدران نضع مثلاً في السيارات بعض الناس يضع المصحف في السيارة أقول حتى لا تصدم حتى لا يحصل له حادث هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضو الله عليهم يكتب مثلاً على باب المنزل قل هو الله أحد مثلاً هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة منه ابن مسعود رضي الله عنه وفيه امتهال القرآن